اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عناصر القصة الخيالية اولا العنوان يكون معبر وجزاب ومختصر ويشجع على قراءة القصة تختار عنوان جزاب المكان والزمان المكان والزمان اللي دارت فيهم احداث القصة ممكن تكون الاماكن مختلفة عن العالم الواقعي لان انت بتتكلم عن قصة خيالية بعد كده الشخصيات بتتضمن شخصيات غير حقيقية ربما يكون في قدرات خارقة او صفات فريدة انسان طائر انسان خفاش لان انت بتتكلم عن قصة خيالية مش حقيقية بعد ذلك المقدمة بداية القصة يجب ان تعرف عن العالم الذي ستدور فيه الاحداث والشخصيات علشان تجزب انتباه القارئ وتسير فضوله الحدث او الحبكة اللي هو الموضوع بتتضمن تطور الاحداث وتقديم التحديات اللي بتواجه شخصيات القصة النهاية خاتمة القصة وبتحمل الحل او النتيجة والعبرة من القصة ننتقل الى انشطة الكتاب المدرسي كتابة قصة خيالية نشاط واحد اقرأ النموذج التالي للقصة واجب عني الاسئلة في ارض بعيدة حيث الاميرات والتنانين كانت هناك قرية صغيرة تعيش بها فتاة اسمها ليلى كانت فتاة زكية ومغامرة وكان حلمها الكبير ان تصبح فارسة قوية ذات يوم اكتشفت كتابا قديما بمكتبة القرية يحكي عن قلادة سحرية تمنح صاحبها قوة لا تصدق اثارت هذه القصة فضول ليلى فقررت ان تتوجه في رحلة للبحث عن هذه القلادة خرجت ليلى في رحلتها الملحمية وصلت الى بوابات القلعة القديمة حيث يقال ان القلادة السحرية مخبأة بها وكانت قد تغلبت على العقبات الخارجية بسهولة ومع اقترابها من الداخل واجهها اول تحدي وكان عبارة عن ممر ضيق مظلم يمتد امامها كانت الاجواء بهذا الممر مليئة بالظلمات وكان عليها ان تتنقل في هذا الظلام دون ادنى فكرة عن الطريق استعانت ليلى بشجاعتها وقوتها الداخلية لتضيء الممر وبذلك نجحت في تجاوز هذا التحدي وبمجرد ان تجاوزت الممر المظلم واجهت ليلى غرفة مليئة بالالغاز كانت هذه الالغاز مصممة ببرعة لاختبال ذكائها ومهارتها الفكرية استغرقت داخل هذه الغرفة وقتا طويلا ولكن بفضل زكائها وصبرها نجحت ليلى في فتح الابواب الضخمة التي كانت تفصيلها عن الطابق التالي وعندما وصلت للطابق التالي واجهت مخلوقا ضخما يحمي كنز القلعة كان هذا المخلوق قويا وسريعا وكان يمتلك قدرات خاصة دامت المعركة لوقت طويل وكان على ليلى ان تستخدم جميع مهاراتها كفارسة للفوز وعلى الرغم من صعوبة المعركة فقد نجحت في هزيمة المخلوق والوصول الى القلادة وحين وضعتها حول عنقها شعرت ليلى بقوة تملأ جسدها تعلمت ليلى ان الشجاعة والاسرار هما مفتاح النجاح وان القوة الحقيقية تأتي من داخلها وليست بالقلادة السحرية عادت الى قريتها وصارت ايقونة للشجاعة والعزيمة بين الاطفال بعد الاستماع للقصة نجيب عن الاسئلة ما رأيك في مقدمة القصة هل كانت مملة تجعل القارئ يمل استكمالها ام مشجعة له على قراءتها وتكملة احداثها كانت مقدمة شيقة وممتعة وتشجي على اكمال القصة باء لجعل القارئ متهمسا للقراءة يمكنك بدء القصة بصوت او حوار او وصف ينشط حواسه فهذه القصة بدأت بايه بدأت بوصف ينشط حواس القارئ اختر طريقة اخرى واكتب مقدمة القصة ما هذا الكتاب العجيب لا بد انه كتاب مصحور جيم تعرفت مكان وزمان القصة والشخصيات في مقدمة القصة ولا في الوسط ولا النهاية مقدمة القصة دال بعد حل المشكلة يمكنك انهاء القصة باحدى هذه الطرائق درس تعلمه البطل سؤال للقارئ قيمة او خلق العودة لبداية القصة درس تعلمه البطل ها ضع عنوانا للقصة القلادة السحرية نمذج كتابة قصة خيالية عندي تحليد لقصة خيالية والمطلوب اننا هستخدم هذا التحليد في كتابة القصة المقدمة ما هذا الباب السحري قالها ماهر لاصدقائه في عالم ساحر مخفي خلف الستار اكتشف الاطفال بوابة سحرية تؤدي الى عالم الالعاب السحرية دخل ماهر واصدقائه هذا العالم المذهش حيث اجتمعت الالعاب والسحر الوسط او المشكلة والحل كانت الارض مليئة بالعاب فريدة وغريبة مثل مجموعة من الالعاب وفي ذروة مغامراتهم واجهوا ملكا شريرا يسعى للسيطرة على العالم مستخدما لعبة خطيرة اضطر الاصدقاء لتوحيد قواهم وابتكار استراتيجية لهزيمة الملك وانقاذ العالم من الظلام وبعد النجاح في التحدي عادوا الى الواقع حاملين معهم ذكريات مليئة بالمغامرة والصداقة النهاية بينما كانوا يغادرون عالم الالعاب السحرية ادركوا ان السحر الحقيقي يكمن في القلوب الطيبة والروابط القوية التي يشكلونها الشخصيات كانت مهر واصدقاؤه الزمان نهار يوم عادي النهاية عالم الالعاب السحرية عايزين نستخدم التحليل السابق في كتابة القصة عنوان القصة بوابة الالعاب السحرية القصة ما هذا الباب السحري قالها ماهر لاصدقائه في عالم ساحر مخفي خلف السطار اكتشف الاطفال بوابة سحرية تؤدي الى عالم الالعاب السحرية دخل ماهر واصدقاؤه هذا العالم المدهش حيث اجتمعت الالعاب والسحر كانت الارض مليئة بالعاب فريدة وغريبة مثل الالعاب الشهيرة متاهة الالوان ومغامرة الغابة السحرية وفي زروة مغامرتهم واجهوا ملكا شريرا يسعى للسيطالة على العالم مستخدما لعبة خطيرة اضطر الاصدقاء لتوحيد قواهم وافتكار استراتيجية لهزيمة الملك وانقاذ العالم من الظلم قاموا بتحدي الالغاز الخطيرة واستشاف السر واستعمال السحر الحقيق الذي يكمن داخلهم وبعد النجاح في التحدي عادوا الى الواقع حاملين معهم ذكريات مليئة بالمغامرة والصداقة بينما كانوا يغادرون عالم الالعاب السحرية ادركوا ان السحر الحقيقي يكمن في القلوب الطيبة والروابط القوية التي يشكلونها الصداقة والتعاون هما السحر الحقيقي الذي يمنح العالم الجمال والسعادة التخطيط لكتابة قصة خيالية عايزين نكتب قصة خيالية قم بعمل عصف ذهني وذلك بوضع جميع الفكرة التي تقطر في ذهنك ذاك للدائرة دون محو او انغاء اي فكرة عايزين نعمل قصة خيالية الشخصيات هتكون مين العالم والملك والاصدقاء الزمان والمكان في احد الايام المكان في معمل فوق السحاب المشكلة محاولة سرقة الاختراع عايزين نكتب المقدمة والوسط والنهاية المقدمة في احد الايام في معمل فوق السحاب كان يعمل عالم المجرة على تغيير العالم للافضل وبفضل ابداعه اخترع جهازا يحول الضوء الى طاقة سحرية تستطيح حل جميع مشكلات سكان المجرة الوسط او المشكلة لم يمضي وقت طويل حتى وصل خبر اختراع الضوء السحري الى اذان ملك المجرة رأى الملك ان الاختراع فرصة للسيطرة على جميع المجرات المجاورة بدأ يخطط لسرقة الاختراع والحصول على الجهاز الذي يحول الضوء الى طاقة سحرية النهاية استخدم الملك حيلا كثيرا لسرقة الجهاز من العالم وبعد محاولات عديدة قام بسرقة الجهاز ولكن لم يستطع تحويل الضوء الى طاقة بسبب ان الجهاز لا يعمل الا بسر لا يعرفه الا العالم فتيقن الملك ان الجهاز بدون العالم لا يعني شيء وتعلم ان الصداقة والتعاون على الخير هما الطاقة السحرية الحقيقي الذي يمنح المجر الجمال والسعادة الشخصيات كانت العالم والملك والاطقاء في الزمان في احد الايام النهاية الصداقة والتعاون هما الطاقة السحرية نكتب القصة مع بعض العنوان اختراع الضوء السحري المقدمة في احد الايام في معمل فوق السحاب كان يعمل عالم المجرة على تغيير العالم للأفضل وبفضل ابداعه اخترع جهازا يحول الضوء الى طاقة سحرية تستطيع حل جميع مشكلات سكان المجرة المشكلة لم يمضي وقت طويل حتى وصل خبر اختراع الضوء السحري الى اذان ملك المجرة رأى الملك الاختراع فرصة للسيطرة على جميع المجرات المجاورة بدأ يخطط لسرقة الاختراع والحصول على الجهاز الذي يحول الضوء الى طاقة سحرية استخدم الملك حيلا كثيرا لسرقة الجهاز من العالم وبعد محاولات عديدة قام بسرقة الجهاز ولكن لم يستطع تحويل الضوء الى طاقة بسبب ان الجهاز لا يعمل الا بسر لا يعرفه الا العالم فتيقن الملك ان الجهاز بدون العالم لا يعني شيء وتعلم ان الصداقة والتعاون على الخير هم الطاقة السحرية الحقيقية التي تمنح المجرة الجمال والسعادة بعد كتابة القصة نطبق اصالة الفكر وتركيب الجمل واختيار المفردات واملاء وخط ثم نعيد كتابتها مرة اخرى بعد تصويب الاخطاء بكذا نكون انتهينا من شرح الدرس حل تدريبات الكتاب المدرسي بالكامل انتظروني في الدرس القادم